بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبلش ان شاء الله اليوم بشرح الفصل الثالث ونبدأ الفصل بـ types of verb أنواع الفعل types of verb أنواع الفعل طبعا للتفكير الفصل الثاني كان يحتي the elements of the sentence عناصر الجملة أما الفصل الثالث فيتكلم عن الفعل والرابع يتكلم عن الاسم وإلى آخره إلى أن نوصل إلى الفصل السابع اللي هو يتكلم عن الجملة البسيطة فالفصل الثالث يحتي له عن أنواع الفعل أنواع الفعل يقول there are various ways in which will be necessary to classify verbs in this chapter أكو هواي طرق حتى نقسم الفعل في هذا الفصل فإحنا يقول راح نبدأ with the function بوظيفة the items in the verb phrase في العبارة الفعلية أول شغلة راح يحتي لعليها هي lexical والauxiliary طبعا lexical verb ما هو lexical verb نكتب ملاحظة هو الفعل الأساسي في الجملة main verb ما هو lexical verb هو المain verb أي بمعنى أن lexical هو نفسه main verb lexical هو نفسه main verb lexical هو نفسه main verb فالفعل walk يمشي write يكتب play beautify طبعا beautify هنا معناها يتجمل أو يضف جمالا مو معناها جميل beautify لا beautify أي كلمة تنتهي بif haja yifical beautify classify identify أي كلمة تنتهي بif haja yafy هذا يفعل يا رات لو كتبناها يونه ولا حظة قد تفيدنا لاحقا إذن أي كلمة أي فعل أساسي هو lexical نكتب ملاحظة أخرى حتى الفعل حتى الفعل الأمر do do study هذا كله يتعى lexical يعني لو سألني على do وقال لي شنوه هذا الفعل أقول له lexical ليش؟ لأنه فعل أساسي فحتى الفعل الأمر يعتبر lexical حتى لو قلت مثلا I do make I do make طبعا هنا دول التأكيد هنا المهم أني طالما عندي فعل أساسي في الجملة فهذا الفعل يعتبر lexical أرجع وأذكر ما لعلاقة بالنفي والسؤال حتى لو قال مثلا don't walk don't try don't play we don't we didn't play we played الزمن ما لعلاقة جملة نفي سؤال كل هذه الحالات فطالما عندي فعل أساسي في الجملة فسوف أعتبر هذا الفعل هو lexical والسلام عليكم خلصنا من الموضوع ننتقل الآن إلى الأوكزلاري طبعا الأوكزلاري باللغة الإنجليزية هنا ثنيا عندنا نوعية primary ونوعية model طبعا primary طبعا الأوكزلاري يعني فعيل مساعد فالأفعال المساعدة تنقسم قسميا primary وmodel طبعا ال primary اللي هو do have be طبعا do 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 does did have have has have 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 be تتحول إلى is are am was was يعني لو قلت لك يا يا أخوي العزيز is شنو is شنو is شنو نوعها تقول لي هي نوعيتها primary more auxiliary إذن هي فعل مساعد نوعيتها auxiliary فعل مساعد نوعيتها auxiliary النوع على آخر من الأفعال المساعدة وهي أفعال الناقص المودل نحن باللغة العربية ما عندنا أفعال ناقصة كنو ميو شدو فمن أقول model أقصد بها كنو ميو شلو ولو كدو هذه كلتها تسمى model هذه كلتها تسمى model باللغة باللغة الإنجلي حتى لو أريد أن ترجمها للعربي ما لها ترجمة عربية أصلاً البعض يترجمها على أنها أفعال ناقصة لكن في الحقيقة هي ليست لها ترجمة لأنها خاصة فقط بالأفعال الناقصة فالمودل هي الأفعال الناقصة كان ميو شلو ولو وإلى آخره نسوي التذكير بسيط نعيد شوية نقول الليكسيكل هي الأفعال الأساسية في الجملة المين فير وعدنا أيضاً شيء اسمه auxiliary الأوكزلاري نوعيتين هو primary وجماعة الدول هاف والبي والمودل هي الأفعال الناقصة احنا راح نبدأ بالليكسيكل بعدين ناخذ ال primary بعدين ناخذ المودل واستخداماتهم وإلى آخره هذا الفصل نهي جي جي فأولاً راح يبتجي يحتيلي بالverb forms طبعاً ليش عتالي عن الverb forms ليش؟ لأنه أصلاً إحنا بيبدأ قاعد نحتي عن شيء اسمه الليكسيكل الليكسيكل من عنده شنوية مين فيرب اللي هو الفعل فهنا قاعد يحتيلي عن حالات الفعل هذا الحشي كله هنا اللي قاعد يقصده يقول اكو بالفعل يا أخوان هو قاعد يحتي ويقول يا أخوان ترى احنا عدنا للفعل حالات فهذا نوعنا الحالات راح يأخذهن بالتفصل فيقول أول حالة هي حالة البيس يعني الفعل المجرد اللي هو أي فعل عادي مثل call, drink, put هذا نسموه الفعل مجرد هذا اسمه فعل مجرد إيه هنا كاتب الفنكشنز شنو يقصد بالفنكشن؟ أي بمعنى وظيفة شنو يعني وظيفة؟ أي بمعنى أن متى يجيني هذا الفعل؟ هذا الفعل شو وقت يجيني؟ أولا يقول لما يكون الفاعل جمع بالمضارع البسيط we call, we drink, we put يعني يقول شو وقت يلقى فعل آني؟ شو وقت ألقى فعل؟ الجواب آني ألقى فعل لما أجد فعل جمع هاي واحد يعني لما نلقى مثلا we, they هذا أعتبر هذا الفعل مجرد ثانيا الامبراتف الفعل الأمر لما نقول drink, study, do, go فعل الأمر هذا راح يكون فعل مجرد يعني هسا هو قاعد يحتي لي على أن الفعل أو الحالاته هو الفعل المجرد طيب خوش حتي وبرها وراها يقول يا بأ هو حالاته مجرد يقول زين زين وين ألقى الفعل المجرد باللغة الإجليزية فقال لي أولا لما يكون الفاعل جمع مو مفرد اللي هو ذن الحالات هاي آيوي هذا راح ألقى فعل مجرد أو لما يكون الفعل أمر مثلا call, اتصل, go أو لما يكون عندي بالجملة subjective he demanded that she call and see طبعا هنا أنا ما رد أخذ بالتفاصيل ليش لأنه راح نأخذها لاحقا لكن أنا اللي أريد أعرفه على أنه متى أجد فعل مجرد حالة الأي لما يكون الفاعل جمع بحالة الفعل الأمر حالة subjective حالة to لما أجد to بالجملة لما أقول مثلا هنا he wants to wants her to call to وراها يجي فعل مجرد هذن حالات وجود الفعل المجرد بس بس هذا اللي أريد أعرفه بعدين قايل للفعل الصيغة الثانية للفعل هو الفعل اللي بي S S شخص الثالث طيب شوقت أضيف للفعل S شخص الثالث لما يكون الفاعل مفرد لما يكون he she it متى ما لقيت he she it راح أضيف للفعل S الحالة الثالثة هي الماضي اللي هي بزمن الماضي call drunk put الحالة الثالثة هي حالة ال-ing شوك تحط ing لما مضارع مستمر ومعظم مستمر اللي هو لما ألقى is or am وراها أحط fail by ing والحالة الخامسة هي حالة التصريف الثالث للفعل واللي تكون بزمن المضارع التام perfective aspect وكذلك المبني للمجهول وكذلك صيغة ال-ed participle closes هذه لاحقا نخذ بها ما أريد نخذ بالتفاصيل اللي أريد أعرفه واللي لازم أعرفه أن للفعل خمسة للفعل خمسة أو للفعل خمسة صيغة الصيغة الأولى هي الصيغة التي يكون بها الفعل المجرد وصيغة الثانية هي الفعل التي يأتي بها s وصيغة الثالثة صيغة الماضي والرابعة صيغة ال-ing والخامسة صيغة ال-ed الآن لو جئنا إلى اللغة العربية ونقول للعرب كيف يكون الحرف باللغة العربية قد يأتي مضموما وقد يأتي مكسورا وقد يأتي منصوبا مو نقول للفعل خمسة حالات منصوبا ومجزوما ومكسورا فنقول مثلا فنقول على سبيل المثال باللغة العربية نون النسوة نون التوكيد هذه النحالات الفعل نفس الشيء باللغة الإنجليزية كذلك الأمر فأنا أجد هنا أن للفعل صيغة نؤك كثيرة فكيف يكون الفعل في اللغة العربية قد يكون منصوب أي بمعنى انتهى بالفتحة أو قد يكون مكسور أي بمعنى انتهى بالكسرة قد يكون مفتوح كما وجد s قد يكون منصوب قد يكون مضموم بيضمه بمعنى إيدي قاعد نفهم الفكرة شنوى فإذا ما أنسب هذني حالات أنا أريد أسميهن حالات إعراب الفعل حالات إعراب الفعل لما نقول أنا بالماضي أقول فعل ماضي مبني على الفتح بالمضارع أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره بالمستقبل أقول فعل أمر أو فعل أمر مبني على الفتح أو مبني على السكون أي بمعنى أن السكونة هي علامة المستقبل العمر والضم هي علامة الرفع فهنا نفس الشيء الـ ING هي علامة المستمر هيتش طيب خلصنا من هذا الموضوع ننتقل هسا على شيء اسمه مورفولوجي of lexical verb شن يعني مورفولوجي of lexical verb أي بمعنى رح يأخذ الفعل واشتقاقاته فهنا يقول lexical of regular lexical verb هنا رح يبديلي يحتيلي عن الفعل وعن إضافاته طبعا المهم بهذا الموضوع هو هنا أشوف شمسويلي رح يحتيلي عن الفعل والإضافات مالته يعني شلون حوله للماضي وشلون أضيف لأس وشلون أضيف لأيدي يعني هاي التقاصيل فهو أول شغلة بديد ب-i and-u و-s فيقول push الصير pushing sleep الصير sleeping هنا رح يبديلي آخر لإصيغة الماضي وإلى آخر أكم علومة أكم علومة عامة يقول ال-is لما تنضاف ال-s أو ال-es شنو تلفظ متى ألفظها is ومتى ألفظها z ومتى ألفظها sit متى ألفظها هاي هاري هاري هذه هذه معلومة عامة وأني ما أتوقع مهمة ولا أجت عمرها ولا مرة شفتها جاية بالامتحان بأي مرحلة جامعية فلذلك هاي النقطة هي بسيطة جدا يقول هنا أنا أنطق ال-es is شوف pass passes passes رايح ألفظها is شوكت عند الأصوات الأزيزية الأصوات الأصوات اللي بيها z s z ch 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 دائما هذه الأصوات الأزيزية أنا ألفظها is هاي معلومة عامة وأنا أقول والله هم ما تجي بالامتحان بس لازم نتكره ويقول أنا ألفظ s z لما نكون عندي صوت ساكن أو صوت غير مهموس اللي هو call اللي call flows rubs 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 شوف ألفظ رubs rubs rubs s z إذن s راح ألفظها z إش وكت عند الأصوات voiced sound وهذه هس راح ننطق هس إن شاء الله يعني نهاية المحاضرة راح نعرض هذا الموضوع يعني نوضح إن شوكت نطق z وشوكت نطق z وهي معلومة عامة موجودة يعني ومو مهمة كذلك عند ed يقول ed شوكت ألفظها d وشوكت ألفظها d وشوكت ألفظها t فأكو حالات يعني فهاي الحالات شوكت نطق ed ونطق s الآن لو كتبنا إحنا صرنا بعد إحنا صرنا أساتذة إحنا مو مو طلاب مرحلة أولى تعال ديزلي كل شي جاهز إحنا صرنا كبار عادي لو كتبت هسه على جوجل نطق نطق ال s أو نطق ing أو نطق ed لو تكتب هسه بال جوجل يطلع يمك شلون نطق راح يقول إذا أجي هذا الحرف راح تنطق كده معلوم معامة مع ذلك إن شاء الله أعرض نهاية الفيديو طبعا خلينا ننوه على شغلة مهمة صراحة إنه في صفحة أو في ثلاثة اثنين هذا شون ويجيب بالامتحان طبعا ممكن يقول لك ينطيك فعل ينط فعل مثلا على سبيل المثال فعل الدرنك ويقول أنطين بخمس صياغ أي بمعنى ضيف لأس وضيف لأي دي وضيف لأي انج وضيف لأي تصريف عادي هذه وحدة صيغة الأخرى عادي ممكن يجيب لي مثلا على سبيل المثال يعني ما هي أماكن وجود الفعل المجرد لنقول لما يكون مضارع هذا النقاط لأي والبي والس والدين الكرون مع ذكر مثال ممكن يقول لي متى يعني هو نادرا ما يجيج يعني صراحة نادرا بس احنا لازم نعرف انه كل فعل واني وين ألقاه بأي منطقة بأي مكان والله يا بل ايدي ألقى لمن يكون عندي مبني للمجهول لمن يكون عندي التام هذا هو القصد بس لازم أفهمها هاي المعلومة ويتكون ببار نجي على ثلاثة سبعة هو هذا الشيء المهم نجي على حالات التكرار فأنا رح يجيني يقول لي دائما إذا كان عندي فعل منتهي بحرف صحيح وقبل حرف أنا ضاعف مثل بار 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 permit ويقول أنا بالعادة أكرر وعندي مثل الفعل enter وdread وdreading هذن الأفعال هذن ما نضاعف بهم بس نحط AING طبعا هذن كل لازم ينحفظ كل هذن الأفعال لازم تنحفظ يعني تحويل الفعل إلى الماضي والى التصريف الثالث والى AING كل مهم هذا الموضوع ودائما يجي فمثلا يقول على سبيل المثال TRAFFIC يقول إلي TRAFFIC شلون نصير بالING شو يسوي هنا ضفنا K TRAFFICING TRAFFICT لاحظ هنا ضفنا K شو فيه أصلا traffic بها C هنا ضف K وحط ING فهذه مهمة هنا بالأخير عندي G G Humbug G هنا ضفت G مرة أخرى وحطت ING هذن لازم تنحفظ هذن عندي أفعال تتكرر travel traveling هذه الأفعال تتكرر خصوصا باللهجة البريطانية بينما اللهجة الأمريكية مايكررون travel traveling فإذا كان البريطاني هو كرر أمريكي مايكرر فهذه الأفعال كلها لازم تنحضر ولازم نعرف أن اللهجة البريطانية يكررون أما اللهجة الأمريكية مايكررون شوفنا اشتاب نجي هنا هذا الفعل باللهجة الأمريكية ما يضاعفون أما اللهجة البريطانية يكررون نجي إلى ال Y أما بالنسبة لحرف ال Y فحرف ال Y في الغالب يقلب إلى I ويضاف الإضافة مثل carry carries carry carried أما بال ING ما نقلب بس نضيف ING إذن بال S نقلب بال ED نقلب بال ING ما نقلب طيب أكو عندنا أفعال شادة إذن نلاحقاً لنخذه أكو عندي أفعال شادة إذن نلاحقاً أنا نحكي هنا عن ال Y أن ال Y يتم قلبه إلى I وتضاف ES ويتم قلبه إلى I ويضاف ED بال ED وبال ING بس نضع ING وبال ING بس نضع ING طيب ننتقل إلى V طبعاً هنا كذلك عندي قاعدة مهمة في ال ING وهي قاعدة أفعال die والlie طبعاً هنا رح أحذف ال I وحط ING هنا رح أحذف ال I E وحط Y وING أي بمعنى أن ال I E رح تنهى تقلب إلى Y ترجع إلى Y وتصير lying طبعاً dying lying tying هذه الأفعال دائماً هي T بإضافة ال I نجي على الفعل اللي من ضاف لأ E الفعل اللي بي E بالعادة نحذف ال E shave shaving نحذف ال E ونحط ED أو نحط ING نحذف بس أكو شواف مثلاً عندي agree هذه ما أحذف لأن مرات EN 2 مثلاً عندي الفعل دائماً معناها يصبغ بس حضاً ING ما أحذف ال E وإلى آخر هذه الأفعال كلش مهمة لازم أعرف أن هذه الأفعال ما ينحذف ال E فقط هذه الأفعال باللغة الإنجليزية لا تحذف ال E طبعاً أنا أذكر كنت طالب مرحلة ثالثة قسم لغة إنجليزية وإجانا دكتور المادة الدكتور رعد العزاوي الله يذكر بالخير لحد الآن جاء بإنه هذا الفعل داي يصبغ وقال هذا الفعل حوله ليالي الماضي وللا ينجي وطبعاً محد كان منتبه علي من الطلاب أغلب الطلاب حلوا غلط يعني الحمد لله طالب الوحيد اللي حل صح لأنه محد كان متوقع أنه يجي سؤال فننتبه على أن هاي النقاط قد ترد بالامتحان هذه ننتقل إلى ثلاثة عشرة وهو ال Regular Lexical Ver رح ننتقل هسا على الأفعال الغير الأفعال الغير قياسية وهي الأفعال الشاذة وهذه الأفعال رح نصنفها إلى أقسام وهو هذا المهم بها رح نأخذ أول Class A Class A بمعنى الصنف الأول يقول الصنف الأول من الأفعال هو الفعل الذي يضع له T مثل Burn Burnt Laren Laren Smell Smelt طبعا هنا لازم أعرف على أن الصنف الأول شي يصير بي يقول VED أي بمعنى الفعل التصريف الأول والتصريف الثاني أي بمعنى شنو طبعا VED1 شنو يعني VED1 أي بمعنى الماضي VED2 يعني معناها فعل ED الثاني شنو يعني فعل ED الثاني طبعا من أقول VED1 أي بمعنى أنه الماضي لما نقول VED2 مو معناها ماضي معناها تصريف ذلك فهو شنو يقول هنا يقول VED يعني هذا الأول يقول يشبه الثاني أي بمعنى أن الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء وهذا هو الصنف الأول يعني بمعنى أنه أي بمعنى أنه أن الماضي والتصريف يتشابه وطبعا هنا قاعد يقول على أن الفاول حرف العلة باقي مثل ما هو in all parts burn نفس الفعل فهو أنا قاعد يحكي للصنف الأول هاي التغييرات اللي يتصير بي يعني بأحد الجامعات يجي سؤال قال burn نصير burn فيقول هنا شنو الأصناف اللي على هذا الفعل موجودة يعني شن المميزات اللي بهذا الفعل فإحنا راح نقول يا بترى الأول يشبه الثاني وحرف العلة ما يتغير فهيش لازم أعرف بالإضافة إلى ذلك جئنا على أحد الأسئلة هنا بأحد الأسئلة إذا لاحظ منطيني السؤال الخامس بالأسئلة إذا نلاحظ هنا بأحد الأسئلة قائب كاتب السؤال الخامس يقول fill in the following منطيني الأفعال ورايد ورايد الماضي ورايد المضارع ورايد الماضي ورايد التصريف الثالث طبعا ممكن عادي ممكن يجيب للفعل ويريد المضارع والماضي والتصريف الثالث أو صيغة ال-ing وصيغة ال-s عادي فهذه التصريف لازم تنحفظ جدا مهمة فيجيك يقول لك يا بأ الصنف الثاني هو الذي يعني النوعية الثانية هو الماضي يشبه التصريف أيضا الماضي يشبه التصريف قاعد يقول ويقول حرف العلة رح يتغير change of the vowel change of the base vowel change of base vowel فيقول مثلا creep creeped sleep slept feel felt keep kept قاعد يقول لي يشوفوا التغييرات اللي تصير لازم أحفظ هاي المجموعة الثانية يحفظ بالإضافة أعرف شنو التغيير اللي يصير بيها فهي المجامع كلش مهمة ولازم تنحفظ نجعل المجموعة الثالثة وهي على أن الفعل الماضي والمضارع والتصريف نفسه على سبيل المثال يقول الفعل cut فعل cut أو cost هذا الفعل يقول ما الماضي بالتصريف يبقى مثل ما هو فمثلا let فلازم نعرف على أن شبه هاي الأفعال والله هاي الأفعال تبقى مثل ما هي هذه الأفعال تبقى مثل ما هي بدون ما تتغيير فمن يجيين مثلا سؤال يقول لي على سبيل المثال يقول لي put 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 وقال لي مثلا على سبيل المثال explain state identify clarify explain وضح the class وهذا الصنف أجي أشرح له أن أقول له all three parts كلهم الثلاث أجزاء are the same مثلا على سبيل المثال أو أقول no suffix أي بمعنى لا توجد إضافة over change ولا تغيير بصوت العلة طبعا هذا الكلام مو شرطان لألتزم به عادي لو كتبت من عندي ما كو أي مشكلة المهم اللي آني لازم أعرفه أن هذه الأفعال هي تبقى مثل ما هي مثلا عندي الصنف الرابع الصنف الرابع شنو اللي يصير به ما كو عندي إضافة بس تغيير بصوت العلة عادي فلازم أعرف bleed صير blood breathe صير bread feed صير fed read صير red اللفظ يتغير فقط meet mat فهذه المجموعة أيضا لازم تنحفظ ولازم أحفظها حفظ جيد ولازم أعرف شنو التغييرات اللي بيها المجموعة الراء خامسة شنو التغييرات اللي تصير بيها المجموعة السادسة والسابعة وآخره والسابعة إلى آخره طبعا هذه كلتها لازم نعرفها ونحفظها ونفهمها بالإضافة إلى حفظ الفعل لو أجيت على الفعل come came come طبعا هنا هذا الفعل أنا حافظه أقدر من خلال الحفظ أقدر أشرح أقول مثلا the base and the VED2 are the same أي بمعنى أنا راح أقول له يابا ترى الفعل المجرد والتصريف الثالث نفس الشيء وقول the change in the vowel التغيير يكون بصوت العلة وأقول nocifax أي بمعنى لا توجد أبا يعني تخيل أنا من الفعل طلعته مثلا نجعل الفعل sing يغني أقول all three parts are different ثلاثة الأجزاء تكون مختلفة أقول the VED1 أي بمعنى أن الماضي change in vowel يكون التغيير بالعلة والتصريف الثالث أقول له التغيير يتغير بالعلة وأرجع أقول أنا nocifax بمعنى لا توجد إضافة يعني أنا ما راح أضيف شيء أصلاً أنا بس أغير طبعاً شن الفرق بين التغيير والإضافة ملاحظة كلش مهمة الآن هذا الفعل bit by it bitten هذا الفعل بإضافة there is suffix أو there is suffaction ليش لأن ضيفت e en أما الفعل مثلاً على سبيل المثال هذا begun أو drink ماكو تغيير ماكو إضافة فقط أكو تغيير فهذا هو القصد لما يقول لي هنا there is no suffaction suffaction بمعنى لا يوجد إضافة لأنه بس تغيير أما الإضافة فأني لازم أضيف حرف جديد ما موجود بيهن مو أغير حرف ما موجود فأني من خلال الفعل أقدر أكتب شنو التغييرات اللي صارت وأقدر أكتب الشرح يعني حتى إذا كانت صعبة علينا عادي لو كتبنا عادي لو كتبنا وحفظنا يعني حفظنا كوم وحدة أعلم وتستهل أحفظها ذلك مثلها أحفظهم هاي الأجزاء أحفظها وتستهل علي المادة يعني أنا أتوقع الموضوع جدا بسيط وجدا سهل وما أتوقع بي مشكلة بس الواحد شوي يقرأ طبعا هو يجيني هذا السؤال هو يجيني هاتس سؤال يقولون لي ليش أكو عندنا أفعال شادة باللغة الإنجليزية طبعا الأغلب يقول على أن يعني أغلب يعني علماء اللغة يقولون أنه أكو فعال شادة باللغة الإنجليزية لأنه هذه الفعال أصلها مو انجليزية يعني فمثلا عندي عندي أفعال هي أصلها مو انجليزية هي أصلها مثلا مثلا خلينا نأخذ مثال هاي شي يعني مثلا الفعل choose هذا الفعل مثلا أصلا ألماني هو بالألماني يصير choose 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 فلذلك من أنا رجبت على الإنجليزي حافظت على طريقته مثل ما هي فلذلك أصلا أغلب هذه الأفعال أصلها منجليزي وأصلها ألماني مثلا وأصلها فرنسي أو لاتيني فلذلك أنا عندي فعل شادة وليس فعل شادة لأنه أصلا جمعة معربي وجمعة منجليزي أو تحويله للماضي منجليزي فلذلك لأن أصله ليس إنجليزيا فبقى على طريقة التي يحول فيها إلى الماضي في أصل تلك اللغة فأنت لما تقول لي ليش عندي أفعل شادة لأنه أصل هذا الفعل هو مو 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 إنجليزي كل فعل يتم إضافة إيدي هو فعل إنجليزي أصلي أما الأفعال الشادة فهي أفعال أصلها ليست إنجليزي وحافظ على الطريقة التي كان يحول بها إلى الماضي فلذلك نجد أن هناك يضاف إيدي لأن هذه الأفعال هي أصلها ليس إنجليزي ننتقل إلى ثلاثة ثمنتعش وعدنا الأفعال هنا راح يبديني يحكيلي النوب عن الأدو طبعا هنا راح يحكيلي على أن الدو الدو لها دو ودو ودد هذه الأفعال لما نريد أن فيها أقول دو نت ولما نريد أختصرها أقول دونت ديزنت ديزنت وددنت هناك ملاحظة كلش مهمة كلش مهمة نكتبها بالله الفعل دو الفعل دو الفعل دو قد يكون فعل مساعد أي بمعنى auxiliary أو قد يكون lexical أي بمعنى فعل رئيسي وبالتالي إذن الفعل دو قد يكون فعل رئيسي بالجملة أو قد يكون أو قد يكون فعل مساعد متى أعتبر الدو auxiliary ومتى أعتبر الدو lexical نعم الدو عندما يكون lexical يعني فعل رئيسي فإنه يكتب بالجملة بشكل اعتيادي مثلا دو doing وإلى آخر المهم أنا نكتب ملاحظة هنا الدو إيه هذا الفعل دو ما ألتي هذا وين الدو هذا وين الدو أعتبر فعل مساعد في حالتين في حالتين وهو عندما يكون في النفي أي بمعنى don't أو doesn't يكون هذا فعل مساعد مو رئيسي فعل مساعد يعني auxiliary يكون auxiliary لما يكون بالنفي أي بمعنى don't و doesn't وكذلك في صيغة السؤال لما نلقى بداية الجملة does أو do أو did لما نكون في بداية الجملة هذا يعتبر auxiliary مو مين الان لو أجينا وذكرنا على سبيل المثال يعني هنا بهذه الجملة يقول what have you been doing طبعا هذا الفعل doing هو lexical you said you would finish I have done I have done طبعا هذا lexical what time يكون فعل do هو lexical في حالة في حالة إذا كان في بداية الجملة مثلا نقول do you أو لما نكون في حالة النفي والسؤال في حالة النفي مثلا نقول I don't أو أقول she doesn't لما نكون في حالة النفي فراح يعتبر هذا طبعا حتى didn't لو جاب لي didn't وقال لي شنو الفعل هنا أقول auxiliary ليش auxiliary لأنه في حالة النفي أو من يقول did هذا auxiliary بس لما نقول I did I did هذا lexical هذا lexical ننتقل إلى have طبعا الhave والhas والhad بحالة النفي وبحالة الاختصار هذني يعني اختصارها have تصير اختصارها ve haven't اختصارها have not أو تكون haven't has not تصير hasn't هنا أنا لازم أعرف أن الhave قد تكون فعل رئيسي أو قد تكون فعل مساعد متى أعتبرها فعل مساعد الhave والhas والhad متى أعتبر الhave والhas والhad auxiliary مرة أخرى متى أعتبر الhave والhas والhad auxiliary الجواب فقط فقط لما يكون بعد تصريف ثالث للفعل بس لما يكون عندي تصريف ثالث للفعل إذا لقيت جملة وراها تصريف ثالث للفعل ورا الhave والhas والhad فإن الhave هذي راح تعتبر auxiliary فعل مساعد غير هاي الحالات الhave هو main verb هو lexical يعني إذا أجينا هاي الجملة إذا أجينا على هاي الجملة does he have أباوع للhave هل يوجد وراها تصريف ثالث لا إذن هذه lexical did you have هذه lexical أجي أقول I haven't got الhave هنا auxiliary ليش لأن وراها تصريف ثالث I have eaten auxiliary I had studied auxiliary she has eaten auxiliary شو وقت تكون lexical لما يكون فعل عادي بدون أي هاف وهاز وحد شلون يجيني السؤال على هذا الموضوع شلون يجيني السؤال على هذا الموضوع ممكن يقل استخدم الفعل as auxiliary and as lexical استخدم الفعل have كlexical واستخدم كauxiliary لما نقل auxiliary أقول I have eaten مثلا لما نقل كفعل lexical مثلا نقل does he have coffee يعني راح نطي جملة have عادية مثلا نقول I have a car مثلا أو أقول I had a breakfast عادي نطي جملة عادية بها have بدون تصريف ثالث lexical أما بال auxiliary فلازم نطي جملة بها تصريف ثالث مهر نقول I have eaten I have studied I had drunk وإلى آخر ننتقل إلى B طبعا B اللي هي إزو آر آم وزو ور اختصار ها شلون يكون هاي معلومة عامة بين الخامس ابتدائي ناخدها وهنا صراحة B ما بيها أي يعني أي فد ملاحظة شيء مهم يعني يعني موهم يعني صراحة المهم عندنا هي الأفعال الناقصة المودة هذا هو المهم شغلنا هنا رح يكون هو هذا الشغل وهذا هو الحد الشيء اللي رح نخوض بالتفاصيل مالته واللي رح ممكن يجيني بالامتحان اللي هو من 3 22 هذا إيمان تقريبا رح نبدأ بالشغل الحقيقي اللي هو رح نعتبر فعلا هذا يعني خلينا نقول المادة مهمة